اختطفوا محمد مونير هايل بحجة كذبه وزوره وبهتان بأنه أنو أخذ عليهم شوقي محافظة يعني سيارة مليانها زيبق أحمر طبعاهم يسمعوا أن الزيبق الأحمر غالي وقالوا خلاص سيارة مليانها زيبق أحمر في العالم بأسرة ما بيحصلوا حملة سيارة زيبق أحمر على كل حال نحن نؤكد بأن هذا زوره وبهتان على آل هايل وأنه لا عندهم زيبق أحمر ولا عندهم الله مثقالة ذرة للخاطفين هذه الشهادة نشهد بها أمام كل مسلم يعني في أحد الخاطفين قال يعني تغلق علينا باب الحشيش ومعاد في معناه الوسيلة لا نأخذها بناء الأثر يعني بتزاز للأسف الشديد يعني هؤلاء لا عندهم دين شلة لا عندهم دين لا عندهم أخلاق لا عندهم حياء على الإطلاق ولا تقدير لأحد عملنا معهم بكل حيلة ووسيلة مطالبهم يشتوا سيارتهم اللي فيها زيبق كما حسب قولهم أو يعني أربعين مليون سعودي يعني إذا وعدوا أخلفوا نتفق أنهم على اتفاق يعني ما يمشوا عليه يعني حتى وصلنا طبعا وصل هناك أرض عليهم لأنهم مضطرين في سلامة الأخ محمد من الهايل أجبرنا على أن نأرض عليهم أشياء لأنه إذا حدث بيننا وبينهم قتال يعني نخشى أن يقصيبوه بآذى فأضطرينا مثلا نطر الشيخ أحمد حسين القردعي إلى أن يقدم صالونا 2011 لهم وكذلك الشيخ أحمد محمد القردعي يقدم سيارة حبه 2013 أيضا الشيخ خالد علي ناصر طريق قدم لهم صالونا تقريبا 2007 أنا عرضت لهم عشرين مليون ريال من جيبي الغاص وهم يجيبونا نحمد من الهايل سالم وللأسف لم يجدهم ذلك إلا طمع قالوا نحن نريد أربعين مليون سعودي فقلنا لهم آلهايل لو أنتوا في ألف ريال يمني لن يعطوا لأن آلهايل لو يعطوا شيء للمختطفين هذا يعني أنهم هدروا أموالهم وأولادهم للإفتزازيين ليس صالحهم أبدا أن يعطوا لأحد المختطفين ريال واحد لا يزالوا محاصرين هذا لا يهربوا إلى مكان آخر والله نحن سوف نوصل للنهاية بإذن الله رب العالمين حتى يتم إطلاق صراح محمد منير هايل المفاوضات لا تزال مستمرة ولكن الخاطفين مصرين على أربعين مليون ريال سعودي وهذا لن يتحقق لهم على الإطلاق على الإطلاق والله الإجراءات نحن قد نضطر إلى استخدام القوة أقول ذلك لن يؤثر على سلامة والله الحياة والموت بيد الله لو اجتمعوا أهل الأرض على أن يضروا الأخ محمد منير بشيء لأن يضروا إلا بشيء كتب الله له هذا شيء بيد الله لأنه ما بش أمامنا خيار يا إما مثلا حتجيبهم طلبهم وإذا حتجابهم طلبهم هذا يعني تشجيع الخاطفين على الأهل هايل وغيرهم من الآخرين أو يعني نستخدم القوة ما في غير ذلك طبعا الآيل أكدوا أنهم لن يعني يعني يقدموا على ذلك أبدا فعلى كل حال ونحن يعني نؤيدهم أنهم لا يضحوا بأولادهم وهمالهم للاكتزازيين على الإطلاق ولازم القضية هذه كلها يعني موقف حاسم بإذن الله والضغط مستمر على هؤلاء وتم الضغط على أخواننا يعني الجناح قبيلة الجناح بتوقع ورقة بأنهم مهدرين دم هؤلاء الخاطفين ودم منوا علىهم وبقعوا على هذه الورقة الدولة نحن منتظرين منها موقف حاسم نحن يعني دولة لأسف لا حد الآن لازلت تتفرج بس لا ندري ماذا يعني فكروا فيه ما أظنهم سوف يتخلق دولة ما بيتخلق هي نزلت قوة إلى مأرب على أساس يعني تروح باتجاه الخاطفين ومسالة تقبيلة مراد ولا بد من حسم هذه القضية برمتها مهما كلفهم الثمن ونحن نعتبر أنفسنا مجاهدين في سبيل الله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه ما جزاء الذين يفسدون في الأرض أن حد يعطيهم أموال ما جزاؤهم إلا كما حكم الله عليهم في محكمة كتابه إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا جزاؤهم في كتاب الله أما أن حد يعطيهم مطالبهم الله ليس معبول وليس من طيئة هنا اضطرينا إلى العرض عليهم من جوبنا الخاصة من جوبنا الخاصة أو نحن في سلامة الأخ محمد ولكن دون جدوى والله أولا أوجه للأخوان الهيل سعيد بأن لا أحد يبتزهم أو يكذب عليهم أو ينصب عليهم ونحن نأيد قرارهم أنهم لن يعطوا ألف ريال يمن لا لهؤلاء ولا لغيهم من الذين يبتزون الناس ويثبتوا على قرارهم هذا مهما أكلفهم التضحيات وأما الدولة فنحن ننتظر منهم موقف حاسم صارم ولا يستقيم الأمن والعدل إلا بحكم صارم من غير ظلم ولابد من اتخاذ الموقف واتخاذ القرار النهائي ونحن سوف نساندهم بذلك قبيلة مراد بقى يساندوا لأن قبيلة مراد قبيلة شريفة إنما هذه شلة بسيطة عندهم الأصابع لهم خمسة عشر ثانية مارسوا هذا الشيء ولابد من استخدام القوة لا لا ما في حل الاستخدام القوة أما المدارة هذه بتزيد الطين بالله لا فائدة أما الخاطفين فنصيحتي لهم بأنهم سوف يصلوا إلى طريق مسدود لأنه والله لن يعطيهم أحد شيء ولن نترك أحد يعطيهم ريال واحد مهما كلبنا التمن احنا قد ضحنا باللي ضحنا بها ما قبلوه خلاص هذا الباب تغلد نهائيا وسوف يتم استخدام القوة مات يحل لهم يريدوا أن يسلموا رؤوسهم يسلمنا محمد منير هاي السعيد سالما معافا هنا يسلموا رؤوسهم ما لم الدولة باتتخذ إجراءاتها وأصحابهم ومرات بشكل عام جدهم فما يقدروا يواجهه دولة وقبلها يستحيل هذا الكلام الأخي باي يصلوا له طريق مسدود وباي يصلوا له النهائه ونحن نؤكد ذلك الأيام بيننا باي يصلوا له طريق مسدود والله لن يربحوا من ذلك شيئا لو استمرت القضية عشرين سنة موسيقى موسيقى